اهلا بيك اصدقاء اليوتيوب تعليق على ما يحدث الان في السوق العملات الرقمية طبعا زي ما انتوا شايفيني العملات الرقمية كلها نازلة النهاردة وكله باللون الاحمر حمام دم قوي طبعا في ناس كتير بيقولك احنا خسرنا احنا حننهار وفي ناس بيقولك لا يلحقوا بيعوا طب انا بتكلم بطريقة تانية شوية اول حاجة ان انت مش لازم تخاف لما نرجع للاسباب بتاعة الهبوط من ضمن الاسباب الهبوط من ضمنها بسبب قوي جدا لما تبصوا عندك الموقع الرسمي ناس داك ايه اللي حصل امبارح في البورصات الامريكية امبارح واول امبارح نزل الهبوط قوي جدا للأسهم الامريكية وفي شركات كتير جدا الأسهم بتاعتها نزلت خالص بارقام خيالية ونسب قوية جدا لما عندك نقارن بس عزين نقارن شركة تيسلا خسرت الديمبارح في الاسهم نزلت حوالي 5% فوق الخمسة في المية نتفليكس نزلت اكتر حوالي قربت من 22% نتفليكس اللي هي من عليها طلب كبير والشركة بتكسب ربحانا فطبعا والأسهم بتاعتها تنزل او تيسلا والأسهم بتاعتها تنزل بقوة فنتكلم في ليه يعني ليه نقول ان العملات الرقمية ما تنزلش والأسهم تنزل مثلا يعني عايز اقول لكم مش بس الهبوط في العملات الرقمية ده هبوط عالمي فيه اسواق بتنهار في العالم فيه حالة الاقتصادية سيئة للغاية في العالم كله ومؤشر الخوف في العالم كله قوي جدا يعني عندك هنا مثلا المؤشر الخوف والجشع وصل انه هو لغاية 13 فاكريين من يومين اقول بنتكلم في 23 19 وصل لغاية 13 فطبعا الخوف بيكتر في كل الأسواق العالمية مش بس في العملات الرقمية فمعنى ان العملات الرقمية نزلت بالنون الأحمر زي ما انتوا شايفين ده مثلا عندك تيت فلكس نزلت تقربت من حوالي 20% نفس الكلام عن البيتكوين الاسيريام طبعا خسر برضو 28% فاحنا بنتكلم على ان السوق العالمي ككل نزل مش بس العملات الرقمية عشان فيه ناس يقولك العملات الرقمية خلاص حتضيع حتبقى زيره حتنتهي لا ما تخافش عندك مثلا واحد زي بلان بي بلان بي ده احنا كلنا عارفينه من اكتر المحللين في الاسعار بيتكلم على اسعار البيتكوين بيقولك اول بيتكوين سنة 2016 اشترى بحوالي 400 دولار طب هو عمل ربح قد ايه من البيتكوين اللي اشترى ب400 دولار على المدى الطويل يعني من حوالي كم ست سنين اشترى البيتكوين ب400 دولار عمل منه كم كارباح لما وصل البيتكوين ب69 ألف دولار وبيعه عمل من 400 دولار بيع ب69 ألف دولار عمل ربح قده فدايما بنتكلم اللي تخليك دايما في الاستثمار على المدى البعيد ما تحطش في دماغك ان انت تحط فلوس النهاردة تاخدها بكرة تمام دايما اتكلم ودايما اشتغل بخطة ما تستثمرش بدون خطة دايما استثمر بخطة اعمل خطة انا المبلغ ده هستثمره في خلال كم شهر ممكن اشتري وابيع فيه وجزء من المبلغ لازم اخليه للمدى البعيد لذلك الناس بتحقق مليارات من العملات الرقمية او من الاسهم تمام فهو متوقع بيعلق يقولك انا متأكد ان البيتكوين حتزود زيرو كمان يعني حتبقى فوق الميت ألف متين ألف 300 ألف في خلال السنتين القادمتين يعني السنة دي والسنة القادمة ده بلان بي ده يعني معظم التحليلات اللي قالها اتحققت في بعض الاخطاء قالها ولكن معظم التحليلات اللي قالها اتحققت والاسعار اللي قالها تقريبا اتحققت تمام مش كلها بس معظمة فاحنا دايما تبصوا على البورصات الامريكية والاسعار الاسعار دي اللي احنا شايفينها دي الاسعار بتاعت نيتفلكس وتسلا وغيره وابل كله نازل مش بس العملات الرقمية فطبعا الناس اللي قال أنا بقولها ما تقلقش خبر زي إيه ده مثلا كنا نسمعنا عنه يمكن رئيس بلدية نيويورك بيستسمر في العملات الرقمية وبيجيبوه في وكالاتنا نباق كلها فده طبعا الناس دي مش بتلعب الناس دي عارفة هي بتعمل ايه وعارفة بتشتري امتا وتبيع امتا فده طبعا الحاجات دي الاخبار دي كلها بتأكد لنا يا جماعة يعني عايز اكلمكم على من حوالي 3 سنين ونص أو سنتين ونص أقل من 3 سنين كان العملات الرقمية كانت وقعت خالص كان نوصل ان البيتكوين كان نوصل حوالي تقريبا 3000 دولار كان نوصل حوالي 3000 دولار طيب من سنتين ونص تقريبا أو سنتين وبعدين طلع البيتكوين فاكرين لما طلع البيتكوين ووصل 69 من كم شهر طيب اللي اشترب 3000 دولار 3000 دولار وباع 69 على المدى البعيد شوف من حواليه سنتين بعدين بسنتين باعوا 69 كسب قد ايه دلوقتي لما السعر عندك ينزل زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي السعر ينزل با 34.5 ويمكن ينزل كمان لان في بعض المليارديرات بيتكلموا على انها هيحصل انهار اقوى للاسواق بسبب الاسعار مبالغ فيها في العقارات وغيره في العالم كله فلما اسعار زادت قوي بيحصل بعد كده بيحصل فترة انهيار هبوط انهيار فالاسعار لازم بيحصل كل فترة بتلاقي بيحصل الاسعار تعلة 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 بعدين فجأة يحصل انهيار انهيار قوي فبيظهر عندك ناس جداد انه هما يحققوا ملايين ومليارات جداد ودايما ارجع لقول انه في بعض العصابات بتحكم العالم الحكومات دلوقتي بقتدد الشعوبة مش معها شعوبة بتسرق شعوبة من دول كتير بدون ذكر اسماء فده اللي بيحصل ده هما بيستغلوا هما مش بيستغلوا بيفعلوا بيصنعوا الهبوط ده بيعملوا اسباب عشان بعد كده يقول لك الهبوط الاسعار بسبب الاسباب دي جاي ناتج من الاسباب دي فده الحكومات بتعمل كده وهي اللي في سهب تستسمر في العملات الرقمية وفي الاسهم وغيره وكلنا دايما ما ننساش الحرب العالمية الاولى وعيلة روتشلد عملوا ايه في الاسهم في انجلترا فده طبعا وشاروا اسهم في اوروبا بكميات كبيرة جدا فعايز اقول لكم بسبب الانهيار بسبب الانهيار الاسواق ايه من الحرب العالمية الاولى وكانت كانوا هم اللي بيعملوا الاشعاعات عشان الاسعار تنزل وهم اللي يشتروا ما هو العقلات الاغنية في العالم بتبتدي كده وبتدي الغناء الغناء الفاحش بتاعهم ده بسبب الحاجات دي الاشعاعات والمخططات هم عندهم برنامج ماشيين عليه فدلوقتي ده اللي بيحصل في العملات الرقمية لان فيه سيولة قوية جدا في العالم كله كمية سيولة ضخمة جدا داخلة في العملات الرقمية فده طبعا لازم يستغلوا العملات الرقمية لصلاح فده من منطقي جدا وكنت دايما بقولها ان الاسعار لازم هتنزل دي لازم تنزل وبقوة عشان تطلع بقوة عندك مثلا الـ XRP الـ XRP كان نزل وصل لعشر سنت ده الكلام ده من سنتين كان وصل لعشر سنت وطلع كام كان وصل لاتنين دولار وفي ناس اشترت بعشر سنت وتباع باتنين دولار عملوا كام مليار عملوا مليارات ارباح انتو عارفيني الـ XRP كان وصل قبل كده لتلاتة دولار قبل الهبوط ما يوصل لعشر سنت كان وصل انه وصل انه هو لتلاتة دولار وبعدين نزل وبعدين نزل وبعدين انطلع تاني لتنين دولار وبعدين نزل وهي احتمال ينزل كمان بس حيطلع اكتر والانطلاق بتاعته تبقى المرة دي اقوى من الاول تمام مش بس الـ XRP انا عموما بتكلم عملات الرقمية ككل فطبعا الفرص اللي احنا شايفينها دي دلوقتي احنا بنقول خليك دايما حريص لانه ممكن يحصل هبوط وممكن يحصل صعود ممكن هو ده القاع دلوقتي وممكن يحصل هبوط اكتر مش هنعرف الاسبوع الجاي ده يعني عشر تيام الجايين هنعرف نحدد ده القاع ولا هيحصل يتغامر وتشتري دلوقتي يتأجل لغاية ما يحصل الهبوط الاقوى وتشتري فخلي بالك ركز في الاسواق احتمال ده يكون اخر هبوط ويطلع تاني انطلاقة قوية واحتمال ينزل 10-20% كمان وبعد كده يبتدي يطلع انطلاقة كبيرة كل متوقع انطلاقة قوية لعملات الرقمية هو في حرب دلوقتي ضد العملات الرقمية وده لها اسباب يعني الحرب ده فيه هدف من وراء بس الواضح جدا من المؤسسات العالمية اللي بتستسمر في العملات الرقمية ان هما مش مش بيحربوا لعملات الرقمية هما عايزين يستغلوها فهم من مصلحتهم لعملات الرقمية تطلع تمام بالنسبة لشيبة مثلا عندك شيبة هنا انا شايف انه عاملين وطيرة الحرق بقت اسرع من الاول فطالد وصل مليار 38 مليون حرق شيبة فده طبعا هيقرب من واحد سنت في خلال السنتين القادمتين فده طبعا كلام بتاع بلان بي مثلا ده بي طمن جدا بسراحة فانت دايما ما تحطش في بالك ان دي نهاية العالم انه خلاص يعني نزل البيتكوين 20% الاسيريام 28% معنا كده خلاص هيبقى زيره لا هي فترة وحتعدي وانا دايما بقول فترة اللي فاتت دي ان البير ماركت او سوق الركود مرحلة الركود هتبقى مش زي مش زي السنين اللي فاتت مش هتبقى اربع سنين هتبقى فترة قصيرة مش فترة طويلة ممكن تقعد اسابيع ممكن تقعد شهور ولكن مش تقعد اربع سنين زي الاول لان الوضع اختلف لان الناس كتير بقى اتحطت فلوسها في العملات الرقمية ومؤسسات ضخمة حطت فلوسهم في العملات الرقمية وفي خلال السنتين الجايين دول هيبقى كميات ضخمة جدا او ناس من السيولة في العالم هتخش اكتر في الكريبتو والناس هتخش اكتر في السسمار في العملات الرقمية فده هيخلي ان السوق يبقى اسرع من الاول يعني هيكون الفترات الركود تبقى فترات رقيص قصيرة ولكن دايما انبه اقول على حاجة ان لازم يحصل هبوط قوي عشان ينحصل صعود قوي لو حصل هبوط خفيف هيحصل صعود خفيف فيعني دايما ما تحطش في بالك ان هيحصل صعود بس او هبوط بس لازم يحصل هبوط وهبوط قوي عشان يحصل صعود قوي فدايما خلي بالكو على فلوسكو على استثماراتكو خد القرار المناسب في الوقت المناسب يعني دايما اعرف تشتري امتى عشان تعرف تعمل ارباح وتعرف تبيع امتى عشان تهرب من الهبوط تمام فما تحطوش في بالكو ان السوق هينزل على طول لا خلي بالك هيطلع لو ملحية تشتري في الفترة دي ممكن تشتري في فترة تكون افضل فممكن ما تحزنش لو انت معاك سيولة لو انت معاك سيولة دايما عزز كل ما ينزل شوية تشتري شريحة يطلع شوية تبيع شريحة وتخلي جزء منها للمستقبل اهم حاجة المدى البعيد هو ده اللي حيحقق لك ارباح اكتر من المدى القصير تمام انا اسف ان انا طولت عليكم انا قلت طمينكم يا جماعة ما تقلقوش السوق المستقبله قوي جدا واقوى مما تتخيله فخلي بالكو ان في حرب حرب شارسة من الحتان ومن المؤسسات الضخمة ومن الحكومات ضد العملات الرقمية لكي يستغلوا اموالنا واستغلوا العملات الرقمية مش عشان يقضوا عليها تمام انا اسف ان اطولت عليكم انا قلت اطمينكم دايما احط في بالك الاستثمار على المدى البعيد افضل من الاستثمار على المدى القصير اشكركم وللقاء في الحلقة القادمة سلام يا جماعة